أعلنت نيابة العامة عن إدانة ستة متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عاما وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال وأكدت نيابة أن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين مالكي الكائنات التجارية بتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي لتكون غطاء في تحويل تلك الأموال الغير مشروعة للخارج أو لخارج المملكة تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري فعليا ليس على أرض الواقع وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم